اهلا فيك معانا يا ابو نورم سهلا هنا كنت حطيح الدفتر استنى نورنا اليوم الله ينور عليك ياهلا وسهلا احنا الآن في القاهرة ومخصوصا عشان حفلة الأوبرا اللي انت ان شاء الله هتقوم فيه يوم الأربعة وتحديدا هتقدم فيه كمان أغاني ألبوم عمري نهر اذا تكلمنا عن هذا الألبوم طبعا احنا في كل سنة بنعمل حفلة للبسيقار خالد هذه دايما تكون حفلة خاصة بأغاني بالألبوم للأغاني اللي بتنزل في الألبوم الخاص فبيكون فيها بعض الأغاني بتنجح القطة الجمهور بسرعة فبتنجح فبنحطها في البروغراف بتاعنا او اتبعنا في البرنامج طول السنة اللي بنغني هذه الحفلة الحفلة دايما تنسويها في شعبان على أساسها تنزع في العيد دي هي خارج خارج المنافسة أو خارج دي بتكون خاصة بإبداعات الموسيقى الخالد فهو بيشجع دايما بداية حياة الفنية بيشجع الفن والفنانين وبيكرمهم وبيكون ساند حقيقي ومساند ومعين دايما للاتجاه الفني في المملكة العربية السعودية ليش تحديدا حفل في الأوبرا؟ ليش بيكمن في أهمية في هذا المكان تحديدا؟ لازم الأوبرا طبعا من أهم الأماكن اللي ممكن في العالم كلها تتقدم فيها أحسن الأغاني والكونسيرتات الموسيقية فهو بينجي أحسن المكان بأحسن الموسيقيين أحسن الموزعين الموسيقيين أحسن الكلام اللي بينجيه للمؤلفين الكبار فدائما عنده يعني أحسن الفني العالي جدا المراقب بالنسبة للتنقية في مكانه الزمان والكيف والكم واللي حتكون كمان معك في الحفلة برضو من ضمن هذه الاختيارات أيضا الفنانة طبعا الكبيرة أنغام تلاقي نفسك مع أنغام بترتاح في ألغنى معاها؟ هي أولا أنا بلتاح معاها في المشاركات العموما يعني لكن هي هنا بالذات بتغني برضو للموسيقى طلال بعض اللحان اللي سواء كان ملحنها لها خاصة أو كان ملحنها لبعض الفنانين وما علاقة الرواج أو الانتشار الكويس طب وفي نفس الوقت كمان أنت أعلنت أنه تم اختيارك من الأمم المتحدة كسفير للأغنية العربية إيش يعني هذا الاختيار وإيش حيكون دورك في المرحلة الجاية؟ أنا ما أعلنت وأنا فوجئت زي الواقع طبعا الواحد يعني ينبسط هو الإعلان كان في المؤتمر الصحفي لكن دائما الحب الجمهور وتقدير الجمهور هو حقيقة التكريم الأساسي لأي فنان ناجح ويكون له ولدان ولدان الناس له أصر في ولدان الناس بس هذا الآن هذا اللقب إيش حيتضمن؟ إيش هيكون دورك؟ ما أدري يعني حقيقة ما بلغوك لزا؟ أنا تشرفت كثير بتكريم ما أولاي خدمة الحرميشة في الملك فهد في وسامة الاستحقاق وزعيمة أبو رقيبة أيضا في وسامة الاستحقاق ومن رؤساء ودول فالتكريمات هذه كلها تاج على رأسي وعندما يكون الفنان متواجد في وجدان الناس هو أكبر التتويج له خليني بس أرجح معاك كمان للحفلات الغنائية بس خليني نقول الحفلات في السعودية تحديدا هذه المرة كان عندك حفلة لأول مرة يحضرها النساء في السعودية كانت الحفلة لك وللفنان طبعا الكبير رابح صغر أرغب أعرف إحساسك لما دخلت المسرح وشفت المشهد كيف كان الفرصة هي فارضة نفسها من الطبيعي جدا طالما أعطي شبابنا هذه الدفعة الكبيرة والانفتاح الكبير من قبل دولتنا أن الشي الطبيعي أنك أنت بتشوفي هذا الحماس وبتشوفي بس إنما الأول مرة بيحصل أنك بتقابل جمهور الجمهور العوائل في الحفل داخل المملكة طبعا الحدث موهوهين ومعه حدث كبير جدا ومع أننا إحنا كنا بنقابلهم خارج المملكة كتير في الدان العربية والأوروبية حقيقة كانت المشاركة رائعة جدا وخصوصا في إبرازها وتنسيقها واختيارها للأماكن الخاصة بالعوائل والأماكن الخاصة بالهدفة داخلها في طبيعة مجتمعنا وفي طبيعة اتجاهنا للكارشير حسنا كل شيء كان كده منظموا ما فيه لما بدأت تغني وصار صوت البنات مغطي على صوت كل الرجال ومغطي حتى على صوتك صرت أنت حتى تسكت شان البنات يغنوا كانوا في غاية الفرحة وكانوا في يعني خصوصا الإج اللي ما بين الخامسطاش والعشرين هذولا ما شاء الله تبارك الله يعني برهنوا بأن الغنية الخلاسيكية الغنية ذات العمق في الكلمة وفي اللحن وفي الطرب أنها متمكنة من وجدانهم يعني داخلها في دمهم يعني مو بس الأغنية الخفيفة اللي بيتسلوا بيها يعني السناكس كده يعني الفاست فود كده وخلاص لا أنه لا عندهم عندهم حافظ وعندهم دائقة يعني دواقين للطرب دور الفنان موش فقط أنه هو مسلي ولا فقط يعني يعني لازم تقولي يعني على الهامش يعني لازم يكون في قلب الحداث ولازم يكون وأن شخصيتي كإنسان مجرب وإنسان عندي عمر كبير في الفن وعندي عائلة موجودة أيضا في الصال وعندي عائلة حتى تسوق وعندي يعني لازم يكون أيضا أوجه لهم نصيح حسيما أوجه لأبنائي مؤيد أنت كنت لقيادة المرأة للسيارة جدا طبعا أخو شوفي هو شيء لازم منه أنت عارفة كيف يعني وريني أي بلد في العالم كله الآن ما بي ما بتسوق المرة ما فيه ما فيه فإلى متى يعني هو موضوع فرض نفسه يعني عارفك كيف أيضا يعني مش مثلا أنه جاء والله بالغصب لا هو فرض نفسه هو فرض أقعا أي امرأة ما تشارك أو أي ابنة ما تشارك في حضور فعالياتهم أرجانات وهذا مش ممكن يعني إنسان يعيش بشخصيتين عندنا كان شخصية بين وبين أبناء والناس في الشارع والناس هذا وشخصية تانية يعني حصل كان عندنا إزدواجية في الشخصية شو زفرين يعني سموها للأسف الشديد وهذا مرض يعني الآن أنا أعتقد أنه عندنا الآن هنن بنعيش بشخصية واحدة يعني سواء داخلية وخارجية وهذا جزء منه كان كمان عودة الحفلات للسعودية في مختلف مناطق السعودية كيف هذا بالنسبة يعني لك كفنان سنين طويلة وأنت بتغني برا يمكن يمكن أنا ما بتشكل يعني ذاك الهم الكبير قدر ما يشكل للناس اللي داخل المملكة وللبلد نفسها لأنه في مليارات بتخرج من المملكة أحق بها وأهلها أحق بها أهلها يعني المرأة عندنا يعني يعني العوائل يخرج وصرفوا كثير لا بلد أولى أولى مليارات بتخرج برا المملكة مليارات بيخرجوا بها السائقين مليارات بيخرجوا بها المظيفين مظيفات هذا يعني حقيقة يعني إلى مكة استنزاف استنزاف كبير في الأموات وفي الجهد وأيضا تغريب للمواطنين وتغريب للناس للسعوديين يعني طب لو فيه الآن حفلة حتقام في السعودية وأنت كمحمد عبدو الفنان ما رح تجي تكون أنت نجم هذه الحفلة أنت رح تجي تحضر مين تحب تحضر لمين؟ والله شوفي أنا أحب أحضر الحفلات على التلفزيون أكتر مباريات فعاليات كل شيء أحضر ما تحب تروح الحفلة إلا وسمعوك الناس أما كمان ما يروحوا حفلاتك لا لا بالعكس بالعكس يعني الظهور الوطني أكتر يعني يمكن يكون حفلات وطنية ممكن يعني بس إنها حفلات غنائية يعني ما لها لزوم ما لها لزوم يكون أولا إحراج للفنان اللي واقف على خشبة المسرح ليش إحراج له؟ يعني تاخذي من أضواءه شوي خليه ياخد مجاله ياخد أضواءه صحيح إنك رفضت تظهر مع رامز؟ رامز؟ رامز جلال ما شيء خح أذكر يا ربك والله هل تقولي أنا خائف دي حين تلعي من تحت الكنبة أقول لك من تحت اله لا لا بس هل هو أكلمك ولا ما أكلمك؟ لا ولا ما أكلمني لا لا ولا في كده مثلا أحاجة الشيء ولا أحد أخاف أنت لا صلتك علي لا ملع لكم أنا ما سويها فيك أبو نورة ما سويها فيك قيل أنه هو أكلمك أو عرضوا عليك أنك تظهر وأنك أنت رفضت وقلت أنه لا أنا ما أحب أن يسوي في تاريخي كده وحابة ميارضة على الناس يعني ما يهم مفاجآت يعني ولا إيش إحنا ما نعرف هذا الموضوع يعني بس أنه يقال مثلا أنه ممكن أحد يكلمك يعني مثلا أحد يقول لك أنه تعالى فيه شيء معين تحضره وأنت تروح هناك وتتفاجأ بالمجلة يعني أنا شخصية مهم من الشخصيات اللي ممكن الواحد يضحك عليها ولا يضحك منها أو على موقف منها أي أنا الموقف الطبيعي هو اللي يضحك الناس بس إنما أخترع موقف عشان الناس تضحك من أنت بحتاج أنت يا أبو نور طيب إيش توقعاتك للمنتخب المنتخبنا بحول الله طبعا داخل السنة هذه بدعم كبير من الدولة وبدعم كثير من الجمهور والجميل أنه كمان أن مصر داخله أتذكرني من ديال الأربعة وتسعين كنا في أمريكا ودخلنا وفعلا كان رحمة الله عليه الأمير فيصل بن فهد كان جمع كل الأندية العربية دي وعمل منها نجاح واحد يعني اللي ينجح من السعودية هو كأنه نجاح في مصر ونجاح من مصر كأنه نجاح في السعودية وكان لما هم كلهم تحت مظلة عربية واحدة وأنا فرحان بالعملية دي أنهم كتحت هيدخلوا تحت مظلة عربية أرجو أنهم يوصلوا بس على يعني أتمنى أنهم يوصلوا للنهائي بس لو وصلنا للتالت يعني للمرحلة التالتة شيء رائع جدا طب وهل حدف يكون في مثلا أغنية مخصوصة جديدة للمنتخب أو شيء أغاني المنتخب دائما هي الجديدة حاضرة أغنية المنتخب هو الفوز يعني ما هتسوي أنت شيء مخصوص هتعتمد على التاريخ اللي موجود عندك اللي قدمته أغنية الكورة هي الفوز يعني أنت تجيب فوز حتى وجبت أغنية قديمة من 100 سنة حطيتها ونطلع حلو شكرا لك يا أبو نور العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر